شكرا اهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تيفي دائما معكم بعض قناة شاب جياد درعتها في ليلت مباشرة من مدينة الرشيدية بار مهجور كيشكل خطر كبير على ساكنة المنطقة وتحول ايضا لحفرة خطيرة كتهدد المرة والماشية بالقرب من ضريح ملي عبدالله هنا متابعي قناة شوف تيفي خطر كبير يحوم بساكنة مضغرة او ساكنة قريبة ضريح ملي عبدالله اللي في الحقيقة ان هذا البير هذا كيشكل واحد الخطر اللي هو كبير كيف يعقل انه يعني جي في الطريق وربما ان المشي يعني كتدوز من هنا وكنعرفوا بان مش موعة من الناس كتدوز يعني من امام مقبرة ضريح ملي عبدالله الا في الحقيقة اننا كنشوفوا هذا البير هذا اللي هو مهجور وتحول يعني الواحد الحفرة اللي هي كبيرة خطيرة كتهدد يعني المرة وايضا الماشية بالقرب من ضريح ملي عبدالله عفوا فهنا متابعي قنا شوفت بك انتمنى ايضا السلطات وايضا المسؤولين تدخل العاجل اللي يمكن انقاد ما يمكن انقاده ربما ان هذا البير هذا بعمق اه على على ما اظن ربما اكتر ربما اكتر من عشرين متر ربما الله اعلموا بذلك ولو انه يكون فيه فقط غير متر واحد ولا جوج امطار كيشكل خطر كبير على ساكنة المنطقة وايضا على المرة هنا كنشوفوا ان مجموعة من الماشية اللي كيكونوا يعني كيدوزو من هنا وازد على ذلك ان الناس اللي كيجيوا يزوروا عبتاني يعني الامواد ديالهم اللي وليهم برحمة الله هنا متابعي قنا شوف تيفي كان شوفوا فقط انهم غطي غير بواحد العود يعني هذا العود هذا وكان عارفوا حتى في فصل الشتاء ان يعني مجموعة من الناس ربما انه يقدروا ياخدوا هذا العود هذا اللي ديال يديروا يعني يديروا به الحطب ربما للفران ديالهم ولا ربما انهم يعني كنعارفوا مجموعة من الساكنات المنطقة كتستعمل العواد حتى بالنسبة له للفرن باشي طيبو الخابز ولا ربما انه كين اللي كيدير يعني حمام حتى في المنزيل دياله لكن وتبقى يعني هاد الترعة هادي او هاد الحفرة هادي او هاد البئر المهجور اللي في الحقيقة غديشكل واحد خطر كبير بزاف المرة والماشية اللي كيدزوا من هنا هادا امر خاطير اللي كانت منه ايضا احته هو التدخول العاجل وكانت منه ايضا الرئيس الجامعة انه يشوف محال مضغرة لانها تعاني بصمت مازال هي ما بغت يعني ما بغتش يعني المهرجانات وما بغتش ما بغتش بزاف ديال الحويج الى كان هاد المقبرة هادي غديد يعني يكون عندها صور واقي وتكون هاد الحفرة مغطية ويكونوا ملاعيب ديال القور بيكونوا بزاف ديال الحويج فهذا هو احسن من مهرجان واحسن من الشحاجة اللي غديد تقدر تكون يعني في مضغرة كان عارفو مضغرة ما كينه بمجموعة من الاحياء ومجموعة من البلايس اللي ما عنده مش حتى الوضل حار وما عنده مش طروقات وما عنده متحاجة عاد غادي نشوفوا يعني مهرجان اللي فقط اننا كان نخسروا فيه زباب ديال الفلوس في الاخير يعني ما كتكون يعني للساكنة ما كتستمتع في التحاجة صافي شطحات اليوم وغنات اليوم غضت بكي فكنتمنى وانقاد ما يمكنوا انقادوه وهذه رسالة نتمنى انها يعني تكون توصل لرئيس الجماعة والمسؤولين وكذلك لان مجموعة من الاطفال اللي كيدوزوم لنا فكنشوفوا بان مجموعة من الناس اللي مجموعة من الطلبة ايضا ديال طلبة طلبة التعليم العاتيق اللي كيلعبوا ايضا القورة هنا ربما يقدروا الشي واحد ربما انها الماشية ديال الناس الكتابة اللي كيدوزوم لنا رأت طامة كوبرا الناس قدروا توقع هنا ولي يجيبشي واحد جا حاجة واحد طويلوحا هنا يجبوا يتسد هذا يعني يجبوا يتسد في مرة هذا 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 هي رسالتي متابعة قناة الشعب من قلب مدينة الراشيدية هو من ضريح مولي عبدالله كيفما كتشوفوا بانه بئر مهزور كيشكر خطر كبير على الساكنة وتحول لحفرة خطيرة كتهدد المرة والماشية بالقرب من ضريح مولي عبدالله اكيد ان الكل يعلم ضريح مولي عبدالله اللي هو هذا اللي كانت البارح تم تصوير من قناة شوف تيفي وكانت الحمد لله استجابة ديال المسؤولين اللي جاءوا الغطة والعظام اللي كانوا بينين ديال الاموت هنا مجموعة ايضا تم الساكنة اللي كتستنكر انه كيقول لك من اللعيب والعار انه يعني ضريح مولي عبدالله والساكنة يعني ما يكونش عندهم يعني واحد الحيط واحد الجيدار هنا اللي الاقل هاد الوليدات اللي كيلعبوه اللي هاد المرة اللي كيدوزوم لهنا اللي كنشوف ايضا حتى مجموعة من النساء اللي كيجيوا انهم يقلسوا هنا ولا كيتبركوا والله اعلموا بذلك كل واحد يعني وعقليته كل واحد يعني كل واحد يعني اش من الغارات فين جاي رماشين النفوس بحال بحال وماشين الناس بحال بحال كل واحد اش من الامور يعني كيبغي يديرها فدائما وجدت اترحاب والفتاحية لكل متابعي كنا شوف تيفيه والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات كانت مننا ايضا هاد البيئر ما يبقاش انه يتسد وكيفما كتعرفوا بعض القرار اللي سيدنا وكذلك اه اه اعطى قرار عملوا حتى اهواء طقوس ديال الخمر وذاك العالم ديال اللي بغير يسدونه ربما يديرو شي شي حاجه من هنا وياه من هنا ويقدر يدوش شي واحد فيهم شاب من الشاباب يدوز من هنا ويقدر يقدر يه اه 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 ويقدر يطح حتى بالنسبة الرحال والنسبة الناس اللي ماعارفين شانه هم منتنقلوا كما قل يعني قاعة البيئر فكنت تمنا وتدخل العاجل ايضا لهاد البير باش انه حتى هو يتسد ونتمنا وان شاء الله نقوله تا هو بعد روبرطات يشوف تيفي البير اللي كان مهجور ولي كان كيشكل خطر كبير على الساكنة وتحول الحفرة خطيرة كتهدد المرة والماشية بالقرب من ضريح ملي عدي ملي عبدالله انه تسد واستجابات المسؤولين لان حتى بعد المسؤولين يرى ما يردوش لبان ولا يحسن لهم العوان شحال قدهم يحدو شحال يقدهم يعرفوا الا وكتعرفوا بان قناة الشعب قناة شوف تيفي صوت لما الله صوت لها ايضا بدون مقابل مادي انها اكيد مع المواطن ودائما مع اتصالات مع ساكينات المنطقة اللي حتى هما كي يعني افتصال دائما مع مبعوت قناة شوف تيفي واللي كيقولوا وكيستنكروا هاد الامور هذي اللي كتوقع ايضا في ضريح ملي عبدالله اكيد لنا عودة ولنا تحقيق ضريح ملي عبدالله باش نشوفو لشنو كيوقع ونتمنو الجدار يكون يعني عمقاري حورمة يعني باش انها ما تنتهكش حورمة المقابر شكر جزيل لكل المتابعين والمتابعات واكيد ان شاء الله متابعي قناة شوف تيفي قبل ان ينهي هاد البيت هانتو ما كتشوفو بانه هذي هي الطريق الناس كتدوز من هنا وربما انهم تدوزوا حتى بالسيارة وكيدوزوا المرة من هنا وزيد على ذلك لجينا يعني مع هذه الطريقة دي انهنا غديلقوا يعني قبر بوحده كين هنا يعني مقبارة عندها تاريخ كبير وناس يعني دفنين والديهم ودفنين جدادهم ودفنين العائلة ديالهم هنا وكيجيوا انهم يترحموا عليهم ما بغيناش انها تقدر توقع شي طامة كوبرة فكنتمنى ان هاد البيئر هذا على الاقل بئر مهجور غير يعني ما كيستعملوش كنتمنى انه يتسد على الاقل في اقرب وقت باش انه ميشكرش واحد الخطر اللي هو كبير على ساكيناس المنطقة فشو كل جزيل لكم متابعي قناة شوف تيفي وكل المتابعين والمتابعات داخل الوطن وخارج ارض الوطن ورسالتي واضحة لكل مسؤول علام دينة الرشيدية واكيد ان شاء الله متابعي قناة شوف تيفي الى بات اخر وموضوع اخر باذن الرحمن الرحمن هنا متابعي قناة شوف تيفي الى بات لكن بعد الاتصالات كي يجيونا وبعد الرسائل كي يجيونا اللي كي يقولوا بزاف دي الحويج هنا يعني في مقبرة الضريح مري عبدالله هذا هو علش يعني قبل ان هنا بتي اه كي يقولوا بانه كانت مني يعني تكون زيارة اه دائما لهذا المنطقة هذي بشوف يعني معاناة هاد الساكنة وتشوف معاناة هاد القصر اللي عنده ايضا حتى هو واحد تاريخ اللي هو كبير واكيد اننا نحاول ما امكان نشوف يعني مشايخ دير هاد المكان هذا ونشوف ايضا المسؤول على يعني الضريح اه ملي عبدالله وناخدوا يعني التاريخ الكبير اللي اللي كينفاذ الضريح ونشوفوا محاسين ايضا البشر الصارة اللي كان نبغيوا يعني اننا نتطرقوا لها فما كان نقدروش على المشاكيل وما كان نبغيوش اننا نشوفوا شي حالة اللي هي اه كاتهدد ولا كاتشكل واحد الخطر على ساكنات المنطقة وهنا فقط يعني كتكون واحد الرسالة وبسيطة وخفيفة ضريفة يعني لكل مسؤول غير على مدينة الراشدية باش انه يتمي انقاذ واصلاح ما يمكن اصلاحوه من 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 المشاكل يعني اللي كتعانيها مدينة الراشدية فهذا امر عادي فشك الجزيل لكل لكل المتابعين والمتابعات اكيد انني كنت قبل مجموعة من رسائل ديال متابعي قناة الشعب اللي كتقول يعني ان شاء الله اه بعد هاد الروبرتاج ايضا انه تكون يعني بشارة خير للا تكون بشارة خير للا هاد الساكنة وتعود عليهم ان شاء الله يعني تعود عليهم ان شاء الله بالنفع وايضا الاتصلح وتنقد هاد المقبرة باش انها ما تنتهك الحور ما ديالها وان شاء الله يعني ان شوفوا ان هاد المكان هاد يعني رجع بحلة جيدة بعيدة على دوكل الخزع بيلات لي بعض الساكنة انهم كيقولوا ربما ان طقوس ديال السحر والشعبات لا تسكون وربما انه زيد على ذلك انهم جمعة من الناس اللي كيجيو يلوحو يلوحو كي ايديو الناس وكيجيو يلوحو شي اشياء يعني في هاد البيئر ولا في المقابير ولا فهدا امر خاطر كنتمنى الله يهديهم كنتمنى الله يهديهم ويكون معاهم فاليف يلوحو السحرو حيثوا اذا كان عارفوا بان هاد الناس اللي كيديرو الشعودة فامر يعني عمرهم قصير واكيد ان ربي غادي تولهم لإلهي الله شوفوا التعليقات المتابعين لكي يقولك بأنه كيدير سحر القفل أو الأقفال هو وسيل من وسائل القوة السحر فمن وسائل قوة السحر القوة الخادي فكلما كان أخذهم السحر قوي ما هي من هذا الأمور السحر والشعوذة أنا ما كان بغيش يعني ما كان مغاديش نقوله ما كان أمنوش بها ولكن كانت منى أن ربي يكون معه أي واحد دلو شي واحد شي حاجة لأن السحر المدفون اللي كيديرو يعني في المقابر كانت منى كانت منى أن يعني الإنسان ما يعمرش بها الرأس دياله ونتمنى الشفاء العاجل لكل واحد والله يقادي شي اللي أدل لأدى شي واحد هذا هو اللي غادينا قدرنا نقوله لأنك نعرف بأن السحر يقتل ويفرق ويؤدي اللهم عليك بالسحرة ومن منا ولهم فإنهم لا يعجزونك يا قدير اللهم مشفي كل مسحور ومحسود ومسوس واحفظنا واحفظ أهلنا من كل شر يا أرحم الراحمين يا رجاء السائلين شك الجزيل لكل المتابعين والمتابعات وأكيد إن شاء الله متابعي قناة الشاب نلقاكم في بت آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر